اه زي ما حضراتكم عارفين طبعا مجدي افشا هو اللي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء انا الحقيقة شايفها ركلة جزاء صحيحة 100% وجهة نظر انا اه وانا بتكلم برا في البعض شايف ان هي ليست ركلة جزاء لا انا شايفها ركلة جزاء لانه اللاعب بعد ما طلع الكرة شال احمد ابو الفتوح فانا شايفها ركلة جزاء وبرضه اه حاولوا تجبولنا كابتن ناصر عباس يا جماعة برضو نسمع منه نشوف وجهة نظره في هذا الامر هل هي بالفعل ركلة جزاء ولا لا ولكن انا شايفها بنسبة 95% هي ركلة جزاء بالزبط هي كرة عدت وهو كمل لاعب انجولا كمل في احمد ابو الفتوح خلي بالحضراتكم احنا برضو نقصين اتنين لاعبين نقصين محمد صلاح ونقصين انني وتريزيجيه طبعا ان شاء الله لما يعود من الاصابة يعود مرة اخرى للمنتخب الوطني تلاتة دول اعتقد حيفرقوا كتير جدا ولكن عايز اقول لحضراتكم ان فريق انجولا او منتخب انجولا نقصوا اتناشر لاعب اتناشر لاعب اهم اتناشر لاعب موجودين منهم تمانية هم اللي بيلعبوا بشكل رئيسي وبشكل اساسي مع منتخب انجولا فاعتقد ان هو هيبقى شكلهم مختلف في لواندا عاصمة انجولا علشان المباراة اللي جاية برضو المنتخب الانجولي حيلعب منتخب ليبيا فانجولا فبرضو المنتخب الليبي عايز يكسب المنتخب الانجولي عايز يكسب ومنتخب الليبي عايز يكسب فحتبقى مباراة صعبة جدا لمنتخب ليبيا والمنتخب انجولا لو منتخب انجولا كسب منتخب ليبيا واحنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب منتخب الجابون إن شاء الله تبقى المجموعة الرابط جدا جدا لأن المتش اللي بعده أنت عندك المباراة التالتة منتخب ليبيا هيبقى المباراة هنا فهتبقى إن شاء الله الأمور أفضل بكتير جدا 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 أنا شايف إن المباراة القادمة أمام منتخب الجابون هتبقى هي المفتاح لهذه المجموعة ربنا يكرمنا إن شاء الله ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة